السلامة البنات كديري اللبسة لكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد الفيديو دياليوم فيديو مهم إن شاء الله وصفة من أقوى الوصفات اللي ممكن أنك تنتظرها اللي ممكن تبحثي عليها واللي بالفعل جابت نتائج مرضية في سرعة حدوث الحمل جيتك بها في هذا الفيديو إن شاء الله باش تعم الفائدة وتوصل هذا الوصفة هذه الجميع الأخوات اللي كينتظروا الحلم الأمو معلش الله لأنها حققات نجاحات كبيرة وقلت علاش اللي منفيد بها الأخوات ديالي لأن كل سيدة دخلت لهذه القناة إلا وكتنتظر الوصفات الناجحة المجربة وهذه الوصفة هديرة من ضمن أقوى الوصفات لسرعة حدوث الحمل لتنشيط التبويد لتسخين الرحم للمساعدة على إزالة الترسبات اللي كتكون عالقة في الدورة بالسفة ديالسيدات تلقوا عليها النتائج المرضية وكان عندهم حمل في نفس الشهر وكان عندهم الحمل بتوأم هاد الوصفة هدي تنشط التبويد أضعاف الأضعاف يعني رأى بزاف ديال فوائد فيها كين سيدات ما كانش في بالهم نهائيا أنهم يحملوا بتوأم وحملوا بهاد الوصفة هدي أكيد أنها فقط سبب بين قوسين يعني رأى كل هاد الأمور هدي كتبقى أسباب أنت توكلي على الله وحاولي أنك تجر بهاد الوصفات هدي وإن شاء الله تجيب معك النتائج المرضية أكيد أنكم يعني وسمعتوا بحب الرشاد التفاء أو حب الرشاد رأى معروف بزاف المكون دياله بأنه في بزاف ديال الفيتامينات في بزاف ديال الأشياء الضرورية للبويضات لتغذية التبويض للمساعدة على الحمل قبل ما نعطيكم الوصفة كان بغي نذكركم بأنه ما جين وصفات للرجال كذلك لسرعة حدود الإنجاب لأن المشكلة يكون كذلك من الزوج يعني رأى ما ننسوش هاد الأمر هذا ومنسيتش أنكم كتبتيوه لي في التعاليق وغادي نحاول أنني نعطيكم الوصفات للرجال لأنه فعلا ممكن يكون المشكلة للزوج هو اللي يمأخر لك الإنجاب وبوصفة طبيعية يتعالج هاد الأمر هذا وكين وصفات مهمة اللي ممكن أنها تعالج هاد المشكل كين سيدات كذلك بغون أن نتحدث على التكييس المبايض الوصفات خصيصا للتكييس اللي ممكن تعالج هاد المشكل وأكيد أنني غادي نبحث لكم ومازال يعني مازال جديد في القناة ومازال غا نحط لكم هاد الوصفات هادو اللي ممكن أنهم يحيدوا لك التكييس بالمرة أكيد أنني كنتظر عدة تجارب عدة تجارب لسيدات باش هاك نجمع التجارب ديال الأخوات ونعرف شنا هي الوصفة اللي انفعتهم فهاد المشكل وعالجت لهم المشكل ونحطها لكم باش تكون إن شاء الله المستاقية في هاد القناة ندوزوا دبا الوصفة مباشرة أكيد أنكم كنتظروها جميع السيدات الراغبات في الحمل في سرعة تلقيح البويضة وفي نضوج البويضة بالشكل الصحيح هاد الوصفة هادي غادي تعالج لك المشكل إن شاء الله مفيدة جدا لصحة الجسم وكذلك مفيدة لصحة البويضات كتعطي بويضة ناضجة قابلة أنها تلقح ويحصل الحمل وتستمر تسعة أشهر وهذا هو الغرض من هاد الوصفة هادي يعني حب الرشاد فيه بزفد الفيتامينات فيه كذلك الفيتامين سي الفيتامين آ يعني كيحتوي على معادن مختلفة كالحديد الكالسيوم الماغنيزيوم وغيرها حب الرشاد كيحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات يعني البروتينات النباتية أكيد أنها مصدر نباتي وهي مفيدة إن شاء الله لكل سيدة لتحفيز المبيضين لتنشيط ديالهم بشكل طبيعي يعني فعال في عملية الخصوبة لدى المرأة عنده بزفد الأهمية للحمل وقررت أنني نعطيكم الوصفة وحاولوا أنكم تسجلوها معايا سجلوا الوصفة كيف ما هي باش تنجح معكم ويجيب الله تسير وحدة الحمل لاش لو تكون هدي هي آخر وصفة تجربها في سرعة حدود الحمل ما تنسونيش كذلك من لايك للفيديو باش هاك نعرف أن الفيديو نال إعجاب ديالكم وباش تعمل فائدة ويوصل جميع السيدات الراغبات في سرعة حدود الحمل في وصفات طبيعية مجربة ناجحة وتكون هدي هي الوصفة إن شاء الله الوصفة هي عبارة عن إذن غتقوم بوضع كوب من الحليب على النار إلى أن يغلي يعني لدرجة الغليان ثم تضيفين ملعقة من حب الرشاد إلى الحليب ثم التقليب يكون جيدا قوم بوضع ثلاث أعواد خشبية من القرفة يعني الأعواد ديال القرفة معروفة إلا ما كانش متوفر الأعواد ديال القرفة ممكن تخدم ملعقة صغيرة من القرفة أو الدرسين غدتضيفها للمزيج وغدتترك المشروب إلى أن يبرد قليلا لمدة ربع ساعة ثم غدتناوله يوميا صباحا ومساءا وتحديدا من اليوم الثالث لنزول الطمت أو لنزول الدورة إذن سأكرر بعجالة مكونات الوصفة مكونات الوصفة عبارة عن الحليب يكون لدرجة الغليان من بعد غدتضيف له ملعقة من حب الرشاد غدتضيفها للحليب يعني ملعقة صغيرة من حب الرشاد ثم غدتتقوم بوضع ثلاث أعواد من القرفة أو الدرسين إلا ما كانش متوفر الأعواد من القرفة ممكن أنك تضيف يعني القرفة عبارة عن مسحوق بمقدار ملعقة صغيرة إلى المزيج أو إلى الكوب ديال الحليب غدتحول أنك ترك المشروب إلى أن يبرد قليلاً يعني يولي دافي نوعاً ما ثم غدتحول أنك تناوله يومياً صباحاً ومساءاً وتحديداً من اليوم الثالث للدورة الشهرية مدة ثلاثة أيام متتالية اليوم الثالث الرابع الخامس هتحبسي الوصفة ديالك ومن بعد حاولي أنك يعني تغطي راسك مزيان فترة الدورة هي الفترة المهمة من كل شهر إلا ما كانش هناك حمل وجاتك الدورة ما تقلقيش حاولي أنك تستغلي ديك الفترة في العناية براسك حاولي أنك تنضفي فيها الرحم حاولي أنك تستعملي وصفة طبيعية في كل مرة ما نجحتش معك شي وصفة جربي وصفة أخرى وهكذا حتى توصلي للوصفة اللي نسبة الجسم ديالك واللي نسبة الهورمونات ديالك وغضي يحصل بها الحمل علش الله أكيد أنه كان بزف ديال الطرق لاستعمال حب الرشاد وغضي نطرق لها في هاد القناة إن شاء الله هادي الطريقة الثانية يعني اسبق لي وحطيت طريقة أولى لحب الرشاد مع التمر وهذه الطريقة الأخرى الناجحة كذلك اللي حملوا بها السيدات اللي كتصخن الرحم بما أن الحليب كيكون ساخن وكتضفلوا هادوك المكونات فأكيد تيقني بأن جميع الترسبات ديال الدورة ديالك غضي تنزل وغضي يكون هناك تصفية وتهيئة للرحم ديالك لسرعة حدود التخصيب باش تغرس البويضة وتلقى المكان نظيف بما فيه الكفاية إن شاء الله ويكون هناك حمل سريع وأكيد أنها يعني بزاف ديال الفوائد كيف ما قلنا كتنظف الرحم كتنشط التبويض كتهيئ الرحم وكذلك كتتخلي المبيض يعمل بشكل صحيح كتنظم كذلك الهرمونات وكذلك كتزيد يعني الخصوبة عند السيدات وكتضعف فرص حدود الحمل بطبيعة الحال مستويات الهرمونات في الجسم مهمة بزاف السيدات اللي عندهم مشاكل في الدورة يحاولوا أنهم يعالجوا هذا المشكل سواء باتباع حمية غدائية صحية تقليل وزن قدر المستطاع السيدات اللي عندهم ضغط نفسي متكرر يحاولوا أنهم يبعدوا على مصادر الضغط والتوتر اللي عندهم مشاكل في الغداء يعالجوها سيدات اللي عندهم هرمون الحليب مرتفعتهما ره ممكن يكون هذا هو السبب يعني كين بعض السيدات بمجرد ما كيعالجوا المشكل فكيحصل عندهم الحمل بسرعة وكين سيدات ما كيكونش عندهم مشاكل بالمرة بمجرد ما كيرجعوا للحياة السليمة للنمط الحياتي اللي كيكون غني الأشياء المفيدة يعني للصحة ديالك التغذية ديالك تكون سليمة ممارسة الرياضة كيرجع عندهم الجسم كيعمل الهرمونات كذلك كينشطه وكيكون هناك حمل طبيعي يعني حاولي تعرفي شنا هو المشكل أولا تعالجيه أولا من بعد عاد يعني قولي عندي تأخر في الإنجاب مادم أنه عندك مشكل يعني ره كين واحد المشكل اللي بين عندك وانتي كتعرفي بأن الدورة ديالك راه فيها مشكل وكتقولي عندي تأخر في الإنجاب إذن ما عالجتيش المشكل وغاي بقى الحمل عندك متأخر فدك شي باش بالإضافة إلى الوصفات حاولوا أنكم تمشيوا للطبيب تقوموا بالفحوصات علاش لا تعرفوا السبب اللي عندكم ممكن يكون سبب بسيط والعلاج دياله بسيط ويتم عندكم الحمل بسرعة كين بعض الأزواج اللي الزوجة هي الفقط اللي كتبقى التعالج ووراها غادي نحط لكم وصفات للأزواج يعني تهما باش ياخدوا الوصفات لربما يكون عندهم مشكل ويتعالجوا إن شاء الله فكتبقى ديما الزوجة كتتعالج كتتأخذ الأدوية بدون أي نتيجة وكيبقى الحمل عندهم ديما متأخر نتيجة أن الزوج دياله هو اللي فيه المشكل وما كيبغيش أنه يتعالج كيرفض بتاتا فكرة العلاج وبالتالي كيوقع مشكل في الإنجاب كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنىينا الإعجاب ديالكم إلا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة شكرا لكم على التتبع ديالكم لهذا القناة والدعم ديالكم لجميع الفيديوهات تعالق ديالكم إلا كان شي سؤال حطوه لي في أسفل الفيديو كنضرب لكم موحد في الفيديو الجاي إلى اللقاء